السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة والليك تعلقنا طبعا بالدرس الثالث من مكون التربية المدنية القسم طبعا الخامس ابتدائي المرجع هو المفيد في الاجتماعيات إذن عنوان الدرس كما ترون أشارك في تكوين تعاوية القسم وأنشط فيها نعم أشارك في تكوين تعاوية القسم أهدف تعلماتي أستحضر تجربة المكتسبة وأقيمها مع جماعة القسم الهدف الثاني أشارك في انتخاب مكتب تعاوية قسمنا ووضع برنامجها أقدم مقترحاتي لتنشيط تعاوية قسمنا بفعالية أمهد لتعلوماتي استعدادا للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني للتعاون الدرسي شاركت مع متعلمي ومتعلمات قسمي في انتخاب مكتب تعاوية قسمنا فكيف تمت عملية الانتخاب وما هو برنامج العمل والأنشطة التي اقترحناها لتحسين مناخ التعلم بين الأقران نعم نشرع على بركة الله في إنجاز الأنشطة النشاط الأول من يقرأ النشاط الأول؟ نعم الصحة لتجرباتي المكتسبة وأقيمها مع جماعة القسم إذن سنرى هنا تأسيس تعاوني القسم شوفوا التعريف مهم بزاف شنية التعاونية طريقة للعمل تشاركي تمكن جميع تلاميذ القسم من توظيف مآلفهم ومهاراتهم المكتسبة والتعاون لإنجاز ماذا أهداف محددة والتعلم بشكل أفضل نعم والتعلم بشكل أفضل هذا تعريف تعاونيها إذن من بين أدوارها ومهمها تزيل القسم العناية بنظافة المحافظة على الوسائل التعليمية والجهزات الإشراف على المجلة الحائطية ووثائق ومكتبة ومتحف قسم التحضير للمشاركة في أنشطة المدرسة نعم إذن يرتكز برنامج عملها يرتكز برنامج عمل تعاون القسم على البرامج الانتخابية نعم برامج الانتخابية المترشغين ومتاق قسم ويهتم باش المكتابة المجلة المتحاف البسانة هواية تعدد الرسم الطوابيع البريدية المصرح وغادري تكوينها إذن كيف هي تكوينها؟ أولا تتكون تعاون القسم من جميع التلامية والتلميذات نعم تكونوا من جميع التلامية والتلميذات هذا شرط أساسي يسيروا مكتب منتخب يتم تسويس عليه ويتكون من رئيس الكاتب أم المال مستشارين لجان نشاطات تعاون القسم يسرف المكتب على إعداد وتنفيذ ماذا؟ برنامج عمل التعاونية نجول الأسئلة ذلك أقدم تعريفا مختصرا يوضح الغاية من تأسيس تعاونيات تأسيس المتعلمين والمتعلمين إذن تعريفا هو وعدنا على التعاون المدرسة طريق العامة التشاركي تمكن جميع التلميذ من توظيف معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم متسبة والتعاون لإنجاز أهداف محددة والتعلم بشكل أسر وأفضل نعم جاء أذكر مثالا أو مثالين عن بعض المهام التي تكلفوا تعاون القسم بإنجازها لفادي المتعلمين ها هي بعض المهام تزيل القسم والعناية بنظافته المحافظة على الوسائل التعليمية طبعا التعلم بشكل أفضل الضر ديلا نعم أسمي الطريقة التي تكون بها تعاون القسم طريقة طريقة تكون الانتخابات طريقة الانتخابات نعم تعاون القسم ومن يسير يسيرها هي عندنا مكتب منتخب نكبرها يسيرها مكتب منتخب يتكون من الرئيس الكاتب أو الكاتفة أم المال أو الأمينة ومستشارين ومستشارات ولجان نشاطات تعاون القسم طبعا المكتب يشرفوه على إعداد وتنفيذ برنامج عمل التعاونية إذن ها ما يسيرها مكتب منتخب والتي تكون من الرئيس والكاتب وأم المال ومستشارين ولجان نشاطات تعاونية القسم نعم ونعقش مع زملاء المتعلمين وتعلمات هذه التجربة نقيبها ونفكر جميعا في كيفية تطويرها لما هو أفضل نعم هذه التجربة كانت مقبولة حسنة ولكن ينبغي طبعا تطوير ديالها وتجديد ديالها طبعا بإحداث برامج طبعا في شكل مجالات يعني أخرى يعني تفيد المتعلمين أشارك في انتخاب مكتب تعاونية القسم ووضع برنامجها إذن كيف أشارك في انتخاب مكتب تعاونية القسم ووضع برنامجها نعم أول حاجة أساهم في عملية انتخاب مكتب تعاونية القسمنا النشاط الأول تقولنا اطلع على شروط انتخاب مكتب إذن الخطوة الأولى اطلع على شروط انتخاب مكتب إذن استعراض وطائق عن التعاون المدرسي أهدافه التربوية مجالات أرشداته الإعلان عن انتخاب المكتب وتاريخ إجرائه وشروط ترشيح لعضوياته تنظيم طبعا الحملة الانتخابية والإعلان النتائج وإنزاز المحضر إذن الخطوة الأولى اطلع على شروط انتخاب مكتب ضروري الخطوة الثانية أشارك في عملية انتخاب نلاحظ الوثيقة جوج نلاحظ طبعا عملية التصويت الطفلة تقوم بوضع بطاقة تصويت في صندوق شفاف وطفل في المعزل يعني ليختار البطاقة المنازلة التي سيقوم بتصويت لها طبعا فهو في معزل لا يرى أحد بعد خرج المنازل يذهب إلى الصندوق ليضع بطاقة تصويت وهؤلاء هما رئيس ونائبه طبعا الصندوق نعم متى سيتم عملية انتخاب مكتب تعاوني لاحظوا جيدا نهاية في الصبور هنا عندنا عشرين دجانبير عشرين دجانبير إذن عشرين دجانبير من خلال الطريق اللي عندنا هنا أصفوا ما تقوم به التلميذة وأبينوا كيف تتم عمل التخاب الاختياري ممثلي 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 التلاميذ وتلميذات بإشراف تلميذين ووجود بطاقة تصويت ومعزل وصندوق تراشف نعم طريقة سهلة البن تذهب وتأخذ بطاقة تصويت وتدخل إلى المعزل لتختار بطاقة التي تريد تصويت عنها وتضعها ثم تخرج من المعزل وتضع البطاقة تصويت في الصندوق الشفاف كذلك الطفل يقوم بنفس العامل نعم الخطوة الثالثة أتتبع عمليات الفرز نعم عمليات الفرز ها هي عمليات الفرز عمليات عزل بطاقة تصويت لكل مترشح وجمع الأصوات التي حصل عليها كل مترجع إذا عمليات الفرز فيها الفرز وفيها الإحصاء نحصي عدد الأصوات لكل مترشح وسمي العمليات تقوم به المتعلمان هنا عمليات الفرز يقوم بعمليات الفرز وعدي الإحصاء أقترح ما يمكن عمله في حالة تساوي أصوات مترشعين في حالة تساوي أصوات مترشعين نعيد عمل الإجراء عمليات مرة أخرى من الأفضل أذكر ما يقوم المتعلم بحضور كافة تلاميذ في الوثيقة ربعا يعني يعلن عن الفائز في انتخابات ليكون رئيس مكتب الخطوة الرابعة الإعلان عن النتائج وإنجاز المحضر وثيقة أربعة وخمسة نتمعان فيها فعلا هنا تكوين مكتب التعاونية ونفوثيقة السادة والمحضر تعاونيات القاسم يعني الكاتب والأمين الرئيس والكاتب والأمين والمستشارين واللجان النشاطات التعاونية نعم هنا وبين أهميتها الانتخاب أسمي مضمون الوثيقة هي محضر ذو المحضر عند انتهاء من الانتخاب نقوم بكتابة محضر تعاوني القسم نوضح فيه مثلا الرئيس واسم الرئيس والأعضاء والأمين والنائب نعم بتوقعات ديالهم التربية أرش أعرض محاور لبرنامج عملتون بعض المحاور هنا محور ديال أشياء تربوية ثقافية فنية لتعزيز المحتوى البرنامج ديال هذه مهمة تربوية ثقافية بلاش لتعزيزي محتوى بنامج لحماية الصحة والمحافظة على البيئة وحماية الموارد طبعا الموارد الطبيعية هذه التربية على التنمية المستدامة مهمة تربية تساعد على فهم البيئة واختيار الحلول طبعا الملائمة لها والحفظ على الموارد الطبيعية للأجيال طبعا الحالية والمقبلة وتعلم قيم والسلوكة الإيجابية المدنية الكفيرة والمساهمة والمساهمة في تحقيق مستقبل مستدام أنشطة تربية على التنمية المستدامة أنشطة ريادية لعب ترفيهية لتنمية القدرات والذكاء الجماعي نمر إلى النشاط الموالي وهو أقدم مقترحات لتنشط تعامج قسمنا بفعالية أصدقاء التلاميذ بعدما أسسنا تعاونية القسمنا طبعا فنتخبت عضو في مكتبها يسر أن أقترح عليكم بعض الأنشطة لإبداء رأيكم فيها واختيال مناسب منها لإدراجه في برنامج عامة تعاونيتنا الذي سرم إذن هالمجالات المجال التقافي كينا المجال الحائطي مكتبة القسم معتحف القسم والمجال الفني الفن التشكيلي الفن المصرحي مجال الاجتماعي تضامن ثم مجال التبعي على التنمية المستدامة النظافة والطاقة والعاب فكرية إذن هالموضوعات بالنسبة للحائطية إنجاج مازال لا تتناول الموضوعات التربوية تقافي دائما المقرر الدراسي هذه مهمة مساهمة مكتبة القسم مساهمة جميع التلميذ في تكون مكتبة خاصة بالقسم تضم كتبا وقصصا متنوع متحف القسم إنشاء متحف القسم بمشاركة كافة المتعلمين وإغناءه بالوطائق والقيطة الأثرية وعيدة محمد الفني تشكيلي تنظيم مصابقات في الرسم الحر الإداءة تشكيلي الفن المصرحي تنظيم وراشات حول فن المصرح والتعبير الجسدي والاجتماعي قلنا تضامن حملة تضامن مع المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة أما على مجال التربية للتنمية المستدامة فالنظافة الإنتاج المشترك للنظافة أنا في قسم أحضر طوال السنة أي محمد الطاقة حملة إعلامية اقتصاد في السلاك الطاقة والترفية الفئة الفكرية تمالي المصابقات في لعبة شترانش انطلاق من مجالة في الوثيقة السبعة ونزم يلي أسمي المجالاتهم مذكرناهم مجال التقافي مجال الفني مجال الاجتماعي المجال التربية على التنمية المستدامة مستدامة مجال الترفي والموضوعات ذكرناهم موضوعات هي الموضوع ديالها أهو مكامل موضوع دياله إذن الموضوع نناقش هذه المجالات والموضوعات ونختار منها ما نراه مناسب لبنمج العمل السنة إذن يبقى هذا حسب كل قسم يختار طبعا المجالات والموضوعات التي سيشغلون عليها هذه السنة بالنسبة القسم سنشغل على المجال الحائطية ومكتب القسم ومتحف القسم هذا المجال التقافي ثم الثاني مجال الترفي مهم وكذلك فالحق جميع المجالات فهي مهمة ولكن سنركز على مثلا بعض منها نبدي رأينا في هذه اقتراحات وفيما إذا كانت مجالات أخرى هما ينبغي إضافتها بعض المجالات عنشطة الريادية عنشطة الريادية مثل تهي مهمة نتافق على سيغانيا نعم ونقوم نعرض على أستاذنا للمصادقة على طريقه إذا بعدما نتافق التلاميذ ما بيننا نعرض على الأستاذ ونصادق عليه للمصادقة عليه أقوم متعلوماتي أقترح بإيجاز لماذا ينبغي المتعلمين تأسيس تعاوني القسم إذا لماذا ينبغي إنشاء تعاوني القسم والفائلة ديها التربية كما قلنا فهي تمكنه طبعا أولا توظيف معارف المتعلم معارفه مهارات المتسبة تعاون العيس المشترك تساعد على التعلم بشكل أفضل فهي تساعد على التعلم بشكل أفضل هنا أذكر الخطوات التي نبغي اتباعها ميلاد المتعلم تأسيس تعاون القسم هالخطوات هما عدنا أطريع على شرط انتخاب المكتاب أشارك في عملية انتخاب أتبع عملية الفرز ثم الرابعة الإعلان النتائج وإنزاج المحضر بالنسبة للسؤال الأخير أخطاب مقترحات المتقى السبعة مجالين أعتبرهما همين في تعزيز تعلمات إذا ما يتعلق بتعزيز التعلمات هي مثلا المكتبة القسم المجلة الحائطية هي إنجاز مجلة تنمضوع التربية داعمة للمقرر إذن فهي داعم مجلة في تنمية وإغناء رسيد متعلم ومتحف قسم كذلك إذن اختاروا أنتم مجالين